بسم الله الرحمن الرحيم اولا انه بني شرح لكم طريقة تثبيت الثيمات في ويندو 7 تخش على الكمبيوتر من الوقت على الثيم في برنامج حطوا منكم واسمو ميفرس ثيم باتش اللي هو ده ماذا ماذا تخش على حسب جهاز 64 و 32 ماذا تخش حيطلب منك انك تفاعل الثلاث خلال ثالي باتش والباتش والباتش هالي انا مفعلها عشان مستخدم الباتش بعد ما حتخلص الثلاث باتش هتطلب منك السرط الجهاز تروح الثيمة اللي تقع البول الثيمة مثلا تخش على تنسخ الملفين عدول و تشيد المفكر و تخش على الكمبيوتر و تخش على الملف هذا تخش على الملف بالنسبة المترجم للقناة ايه نضغط نضغط هذا البرنامج تثبيت ثمات وهذا شعر ابدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته